ترجمة نانسي قنقر 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 قلت له أسألك بالله قل له يا ولدي إذا كان عبد الله انحرم أنه يضم أمه أنا أبنائي عندي وانحرمت أنه يضمني ما فيهم ولا شيء ولا واحد فيهم يدخل يضمني قاسي أقلوبه قاسي أقلوب الناس تقول له والله أرزم في الأبى الجنة تم يقول النفسه ونت تتجرى على أمك وأبوك وتبر صاحبك وصديقك يجعلوهم يجعلوهم أبنائي يجعلو غضاءهم قال الشاعر أغرم رؤون يوما غلاما جاهلا بنقوده كما ينال به الضغر فقال ائتني بفؤاد أمك يا فتا ولك الجواهر والدراهم والدرأ فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنهم من فرط سرعتها هواء فتدحرج القلب المعفر إدعاثا ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبها الأصاب كمن بذر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر يا أخي الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة من الآن أنا حج له أو عليه من الآن يعلن على طوبة بينه وبين الله ثم إذا قامنا مجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجوه الأمه وتوبوا إلى الله الله أفل لنا ترجمة نانسي قنقر